موسيقى مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أهلا بالأصحاب حلقة فيها كتير كتير معلومات وقصص خبركن إيها ولحب أخبركن أنه اليوم قصتنا بتحمل عنوان قطعة قماش من جدتي بفقرة بسينة أو كلب لحن نحكي عن حيوين الرتم بمغامرات غادي قصتنا لليوم هي غادي منشغل جدا ومثل كل حلقة صديقنا بوبو بيسألني سؤال وسؤاله اليوم ماذا تأكل الوطويط وبالفقرة الأخيرة يلي هي قصة جدتي نجمة قصتنا لليوم هي قصة جدتي الجديدة ولكن بداية منبلج بقصة اليوم ويلي هي قطعة قماش من جدتي قصتنا لليوم يا أصحابي بتحمل عنوان قطعة قماش من جدتي كل يوم أنا بروح بزور جدتي وبشرب عند الشاي وجدتي بعرفة كتير منيح إنها هي خياطة ماهرة في يوم صنعت لي من القماش الجميل لونه أخضر صنعت لي قميصا كتير حلو بس مع مرور الأيام هيدا القميص يلي قدمت لي هي ستة صار أصغر لأنه أنا كبرت وجسمي كبير بينما القماش بدل على حجمه ما بيكبر فرحت عن ستة وطلبت منها إنه تحول هيدا القميص لشي آخر وقلت الله لا أريد أن أرمي هذا القميص لأنني أحبه كثيرا فحولت الجدة القميص لشال كتير حلو حطته على رأبته ما أجمله قلت الله لجدتي التي قدمت لي هذا الشال وطبعا شكرتها ومرت الأيام وصار هيدا الشال قديم وأكيد ما بدي كب أبدا هيدا الشال فرحت من أول وجديد عن جدتي وسألت وهلأ هيدا الشال شو ليسم أعمل فيه فنظرت جدتي في الشال وقالت لي سنغسله ثم ستعرف ماذا سأفعل به وهيك غسلت الجدة الشال وحولته لقماش صغير هالقماش منلف فيه الكبيات تبعو للشاي بينما بكون عم بشها بالشاي مع جدتي وهيك الشاي بظل صخن أنا شكرت أكيد لجدتي وقلت له شو هالفكرة الحلوة أنه من خلال الأشياء الأديمة ما نكبها بل نستعملها بأشياء أخرى بفقرة بسينة أو كلبي أصحابي اليوم لح نحكي عن حيوان الرتم حيوان الرتم هو حيوان ثادي يعني أنثى الرتم بتحمل ببطنة البيبيز لصغار الرتم وبعيش هيدا الحيوان بأفريقيا وببعض أجزاء من شرق أوسط أوروبا على جسمه لحيوان الرتم فيه عنده نوع كأنه معطف كأنه على جسمه كله وعنده ذيل كتير طويل ومخطط بحب كتير يعيش حيوان الرتم بين التضاريس الصخرية وأكيد بحب كمان يعيش بالكهوف والأراضي الكبيرة والكثيفة حيوان الرتم هو حيوان ليلي وسري يعني بيتنقل بطريقة سرية وبس بالليل وبيكور حيوان الرتم الزواحف والطيور والحشرات مثل كل حلقة من عيش أصحاب مغامرة مع صديقنا غادي واليوم غادي اللي حبيخبرنا قصة غادي منشغل جدا اليوم غادي حيبي بيلعب مع بيو فقال له بابا بليز بدي ألعب معك فقال له بيو طرني شوية وبلعب بعد شوية معك أنا عم بقرأ هلأ الجريدة وبينما كان خيو الكبير عم يدرس راح غادي لعنده وقال له تع العب معي بالبالون فقال له خيو لغادي أنا عم بدرس هلأ ما بقدر وبينما كانت الأم عم تقوم بالغسيل كمان سأل غادي ماما رسمت رسمة كتير حلوة شو رأيك فيها؟ فقالت له أمه نطلني شوية ولح بتطلع على الرسمة تابعولك طول النهار بيسمع غادي نطور 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 لأنه الماما والبابا وخيو الكبير دايما عندهم إشا يعملوها فقرر غادي أنه كمان ينشغل مثلهم مثل ما الماما والبابا وخيو الكبير دايما مشغولين هو قرر كمان أنه ينشغل ويعمل كتير إشا فقرر أنه ينظف غرفته يرتب ألعابه ويضبط كل تيابه وبعد شوية إجا بيو وإجيت الأم وإجا خيو وسألوا شو يا غادي ماذا تلعب معنا بالطابة فقال لهم غادي أوام لا هلا أنا ما بيقدر إلعب بالطابة لأنه أنا مشغول كتير بعد شوية لما خلص شغلي أكيد منظهر على الجنين ومنلعب كلنا مع بعضنا بالطابة وأكيد من بعد ما خلص كل شغله غادي أوام اتجح على الحديقة كانوا نطرينه أمه وبيه وخيه وتسلى وعرف كتير من يحقادي أنه لازم دايما يعبي وقته ويقوم بكتير من النشاطات وأكيد يرتب تيابه يزبط كمان ألعابه وما ينسى أنه يقرأ قصص بفقرة أسئلة صديقنا بوبو صرنا معواضين كلنا على أسئلة صديقنا بوبو واليوم عم يسألني ماذا تأكل الوطويت الوطوات شو بياكل أول شي بحب أقول لك يا بوبو أنه في كتير كتير أنواع من الوطويت في الوطويت يلي بتكون كتير صغيرة وفي الوطويت يلي بتكون كبيرة وبتتغذة أو بتأكل الوطويت الحشرات الحشرات كل أنواع الحشرات يلي موجودين بقلب الطبيعة الوطوات بياكل بياكلون وكمان بياكل كتير أنواع من الفواكه بحب الوطوات كمان ياكل كتير من الفواكه وبحب إلك كمان يا بوبو أنه الوطوات كتير بحب ياكل البندق بالفقرة الأخيرة من برنامجنا لليوم يلي هوي قصص جدتي نجمة قصة اليوم بتحمل عنوان قصة جدتي الجديدة متل ما منعرف الجدة نجمة عندك تاب كتير كبير وكل مرة بتختار قصة منه اليوم وصلت عندي الجدة نجمة وكنت كتير محمس أنه شوفها لأنه أنا كتير كتير مشتقلة فقالتلي الجدة نجمة اليوم عندي قصة مميزة لقلك فسألت قويم للجدة نجمة كيف يعني مميزة فقالتلي الجدة نجمة هيد القصة طويلة 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 متل رأبة الزرافة وهيد القصة كتير كتير حلوة متل زكزقة العصافير وهيد القصة بتخلك الجميع مين ما بيقرية يبتسم متل الأرض يلي بيبتسم لكل المرة بحديقة الحيوانات وهيد القصة بتسلي متل الدلفين بقلب المي وهيد القصة كمان هيدية متل النجوم بقلب السماء وكمان بهيد القصة فيها كتير أصوات متل العاصفة خلال أيام الشتي وهيد القصة بتدغضغ الأحاسيس متل الهوى العليل يلي بتدغضغك أيام الصيفية عندي قصة كتير حلوة خبرك إيها قصة كتير كتير مسلية بنهاية برنامجنا شاء الله تكونوا تسليتوا واستمتعتوا وأكيد تعلمتوا معلومات جديدة إذا الله راضي منلتقى بحلقات جديدة الله يكون معكم اشتركوا في القناة